اطلع وزير الصحة العامة الدكتور قاسم بحيبه اليوم على تدخلات في القطاع الصحي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث واستمع بحيبه من مدير مكتب الجمعية الدولية بعدن الدكتور نزار جواد لشرح عن القدمات الصحية المقدمة في مرافز الأطراف الصناعية التي تديرها الجمعية في عدن وماريب وتعيس وسيئون ومركز القسيلة الكلاوي بالغيظة كما تناول اللقاء سير الترتيبات للبدء في تنفيذ مشروع التغذية المتضمن عشر عربات ودعم برنامج التدريب والتأهيل للكادر الصحي وفقا للمعايير الخاصة بتأهيل القادر في مجال الأطراف الصناعية لمدة عامين